كلاسيرا متعة التعلم الذكي حساب الطالب المحتوى الرقمي استعراض المحتوى الرقمي المحتوى الرقمي هو كل المصادر التعليمية الرقمية التي ينتقيها المعلم ويضمنها في مقرره بهدف أن يتفاعل معها الطالب بالمشاهدة والحل والتعليق لإكسابه مستويات متنوعة من فهم المحتوى التعليمي ومن الشاشة الرئيسية لحساب الطالب يوجد عدة تصنيفات للمصادر التعليمية الرقمية مثل مكتبة مرفقات المادة وفيها يتم عرض المصادر التعليمية الرقمية النصية مثل الملخصات وأوراق العمل وعروض الباوربوينت إلى آخره مكتبة محاضرات الفيديو وتتضمن المصادر التعليمية الرقمية المرئية الفيديو سواء كانت من شبكة الإنترنت أو من إعدادات المعلم مكتبة مرفقات المادة ومحاضرات الفيديو تتضمن المصادر التعليمية الأساسية للطالب أما المصادر التعليمية الرقمية الإثرائية لمعلومات الطالب فستجدها في قسم المكتبة الرقمية تبوي بمكتبة المواد والتي تشتمل على مكتبة دروس التفاعلية مكتبة الفيديو مكتبة الصوتيات مكتبة الوثائق مكتبة العروض مكتبة البرامج مكتبة الفلاشات التعليمية مكتبة الألعاب التعليمية مكتبة المواقع التعليمية ومكتبة الصور يمكن عرض نفس المصادر التعليمية ولكن وفق المادة الدراسية بتصفح قسم المواد عرض عنصر تعليمي وللتفاعل مع العنصر التعليمي قم بالنقر على اسمه في المكتبة المخصصة لذلك يتم فتح العنصر التعليمي حيث يمكنك التفاعل معه بالخيارات التالية العروض والمشاهدة التحميل وفق نوع الملف الرد على أسئلة حول المادة التقييم إعجاب فهمت تقييم كتابة تعليق طلب سؤال لاحظ أنه عند تفاعلك مع العنصر التعليمي تزيد نسبة إنجازك في المادة وتقل عدد إشعارات العناصر الجديدة كما يتم مكافأتك ومكافأة المعلم الذي أضاف المادة أيضا بنقاط تضاف لرصيدك في النقاط بناء على معايير النظام المكتبة العامة تعد المكتبة العامة من الروافد المعرفية التشاركية لكل مستخدمي النظام حيث تمنحهم فرص الإبحار بين آلاف العناصر الرقمية المتنوعة المضافة من المعلمين المطبقون للنظام لكل المراحل الدراسية ويمكن تصفح المكتبة العامة من الشاشة الرئيسية لأي حساب في النظام قم باختيار قسم المكتبة العامة وتظهر فيه التبويبات التالية الكل وفيه كل تصنيفات المكتبة العامة محتوى كلاسيرا وفيه المحتوى الرقمي المضاف من العديد من المدارس الأهلية المتميزة ملفاتي وتتضمن قوائم أرشيفية للمحتوى الرقمي الذي أضافه الطالب في المكتبات المخصصة المكتبات المخصصة ويتضمن المكتبات النوعية المخصصة للمدرسة وفق تخصصها وفي قسم البحث في المكتبة العامة يمكنك من قسم تصفية البحث تحديد خيارات المصادر التعليمية فتظهر قائمة النتائج التي يمكن تصفحها بعرض المصدر المختار أو تحمله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة